رفعت قلب استغراب في ايه مراد قال له انا مستحيل اشتغل مع البنيادم ده وادم قلب برود من بين كل الناس ملاقيتش اللي ده واستاذ رفعت وماله ده ان شاء الله بس انتو الاتنين في ايه معلش يا واستاذ رفعت انا لا يمكن اتعاون مع الكائن ده مراد قال له برضو بيغلط انت عارف لو ما كانش واستاذ رفعت موجود كنت عملتي فيك ايه ولا تقدر تعمل معايا حاجة ممكن تسكوتوا بقى وتعودوا علشان اتكلم سكتوا ورفعت بصل للبنتين فقالت سارة بابتسامها اهلا يا مستر رفعت انا سارة اللي كلمت حضرتك من شوية اهلا ماها قالت وانا مراد مراد اهلا بحضرتك اهلا بكم كلكم قعد رفعت في المقدمة وقال الحقيقة انا عجبتني افكاركم انتو الاتنين وبالصدفة فكرة مشروعكم طلعت زي بعض الاختلاف بس ان كل واحد منكم عنده افكار تاني عن التاني فانا حبيت ان احنا نتعاون احنا التلاتة علشان ننفذ المشروع بمعايير وافكار متعملتش هابل كده ايوة يا استاذ رفعت بس انت ملاقيتش الا ده رفع ادم حجبه ورفعت قال وبعدين بقى يا مراد كشر مراد ورفعت قال انا ما عرفش انتو الاتنين مش طيقين بعض كده ليه بس لازم انتو الاتنين تتفوا علشان نحط ادينا في ادين بعض بس مراد وادم على بعض بقرف فقال رفعت انا عايز كل واحد منكم يقول التاني عن الافكار اللي قالها لي محدش اتكلم فقال رفعت مين هيبدأ ادم ببرود قال فاكرتي اننا نصمم مباني ومطاعم ومجمعات سكنية بافكار مختلفة وبتركبات الوان جديدة يكون لسه محدش جربها قبل كده وبمواد جديدة غير السراميك العادي فريق اختراعها بس لسه تحت الاختبار ممكن نبزع عن المواد الجديدة خصائصها ايه مثلا مميزاتها بما اننا في عصر التكنولوجيا فانا نفعل السراميك المتطور اللي لسه ما سمتهوش بريموت صغير بضغطة واحدة منه نقدر نغير شكله ولونه رفعت قلب انبهار واو ابتسم بثقة وقال لمراد وانت برضو قول فكرتك يا مراد انا عايز اصمم مباني ومطاعم بس بلمسة فرعونية الفكرة هتبقى زي الموج الحراري كده بالضبط لما تتحط فيها المياه السخنة بتظهر رسمة ولما السخنية بتروح بتظهر رسمة تانية فانا علشان كنت بحب التاريخ قوي عاوز اجسده في شغلي بحيث ان لما النهار ييجي وحرارة الشمس تبقى جديدة على المبنى تظهر عليه رسمة اشهر حضارة فرعونية ولما الليل ييجي رسمة الحضارة الفرعونية تروح ويبقى بدلها الوان بسيطة بحيث ان يبقى مدر انه يعصر العصر اللي احنا فيه كانوا مهة وصهرة بيبصوا عليهم بزول من افكارهم ابتسم رفعت وقال عرفتوا ليه عاوزة خليكم تتعاونوا علشان نطبق افكاركم انتوا الاتنين على ارض الواقع دي هتبقى قنبلة الموسم قام وقال انا هسيبكم مهلة تفكروا في كلامي مع اني عارف الاجابة شرفتوني خرج رفعت من المكتب وادم وموراد كانوا بيبدلوا بعض نظرات الحدة بص ادم على مهة وقال بحزن انت ما انتش ناوية تسامحيني بقى يا مهة اب موراد وشد مهة من على الكرسي وقال ببرود اجل كلامك دا المرة تانية علشان انا ومراتي مش فاضيين ضحكت سارة على تعبير ادم المتغازة ومهة قالت هبقى كلمك يا سارة لما روح ماشي يا حبيبتي خرج موراد من برة وهو حطت ايده على وسط مهة بتملك بص ادم لسارة وقال يلا بينا خرجوا برة وركبوا العربية وقالت هتعمل ايه لسه مش عارف ما شاء الله بجد فكرتك جامدة ابتسم بغرور بس كشر وفكرة موراد برضو جامدة اوي بس مش اجمد مني ضحكت سارة فبصت لها بحدة فبلعت رقها وبصت الناحية التانية عند موراد كانت قاعدة جامبه في العربية فقال موراد صرحانة في ايه الواد ادم ما شاء الله طلع زكي اوي ومال انا مورستش الزكاء ده ليه مش احنا من نفس العيلة برضو يعني ما اتعرف انك غبية انا ما قلتش اني غبية انا قلت اني مش زكية زيه انا من رأيي تسكتي علشان عارف افكر شوي اتخرصنا اهو يا اخويا او صحيح انت كنت يقول تيلي انك انت عاوزة تشتغلي او انا عايز اشتغل بس مأجلة الموضوع ده لحد ما اتطلق والله يكون فعون اللي هتشتغلي معاه لا بقى ده انت بتقول شكل للبيع انا فعلا عاوزة تخانق هي تخانق بعيدة عنه انا مش نقصة عارف لسانك ده هقصهولي كماها بعدين نبقى نشوف الموضوع ده حاضر وعند ادم وصله الشركة فاتكلم وقال روحي المخزن وهتيلي كل الصفقات اللي تأمت السنة اللي فاتت تمام رحت صارع المخزن وفتحت الباب دخلت تدور على المستندات بس اتصدمت لما لقت الباب تقفل مرة واحدة جريت بسرعة علشان تفتح الباب بخوف بس لقت الاوكرم معلقة فضلت تتنفس بسرعة وهي مرعوبة علشان كان عندها خوف من الاماكن المغلقة حسرت انها هتفقد وعيها فقعدت على الارض وهي بتقول ما تخفيش اكيد حدها يفتح الباب ومش هيحصل حاجة ويغمع عليك كان قاعد ادم في مكتبه فقال بدي هي تأخرت كده ليه امن مكانه لما الوقت طال ماشي يا صارة انا هخصملك يومين بسبب التأخير ده راح مكتبها ملقهاش اكيد لسه في المعزن الهانم نزل تحت بس استغرب قوي لما لقى الباب مقفول اذا هي مجدش هنا ولا ايه فتح الباب علشان يجيب المستندات اللي محتاجها بس اتصدم لما لقاها فقد الوعي على الارض جري عليها بسرعة صارة قعد على الارض وفد فيها ويطبطب على وشها بخفة علشان تفوق بس اترعب اكتر لما لقاها جسمها امتلك شلها بسرعة وجري بيها على برا ركبها العربية وراحها المستشفى بسرعة ادم بخف قال دكتور بسرعة اتفضل ودخل هنا يا استاذ دخل ادم القوضة اللي قالت له عليها الممرضة ولقى الدكتور قاعد جوه اقول لي مالها يا دكتور ما تخافش حطها على السرير وانا هكشف عليها حطها ادم على السرير بسرعة والدكتور كشف عليها فقال وهو بيدي لها حقنة هي عندها فوبيا من حاجة فاغم عليها من كتر الخوف والتوتر يعني اديت لها حقنة مهدقة وان شاء الله كمان ساعتين هتفوق شكرا قوي دكتور ده واجبي قعد ادم جنبها وقلب استغراب هي عندها فوبيا من ايدي علشان يغم عليها كده اتناهد وبعدين قال ده انا قلبي كان هيقع من كتر الخوف لما شفتك بالحالة دي فضل ادم مستنيها لحد ما فائت فقلب لهفة انت كويسة انا فين انت في المستشفى ليه افتكرت سارة كل اللي حصل فدمعت عيونها انت بتعيطي ليه دلوقتي انا كنت هموت وديكي ما متيش ليه انكت بقى انت بتفول علي لا انا عارف انك بسبعة رواح ولو فولت عليكي مش هيجرالك حاجة الا انا عارف ان الطبيعة تكون انت بتطمني دلوقتي مش بتغزني سارة هو انت عندك رهاب من الاماكن المغلقة انت عرفت منين اصل الدكتور قال لي ان عندك فوبيا من حاجة وده سبب انه يغم عليك ولما رحت المخزن لقيته مقفول ولما فتحته لقيتك مرمية على الارض وما كانش فيه اي حاجة موجودة تخوف في المكان للأسف ايوه عندي فوبيا من الاماكن المغلقة هو ايه اللي حصل اصلا مش عارف انا لما دخلت المخزن علشان ادور على الاوراق لقيت الباب اتقفل مرة واحدة ولما جيت افتحه لقيته الاكرم علاقة تلاقي حد وهو معد اقفل الباب وما يعرفش ان فيه حد جوه يمكن اعموما شكرا لك يا استاذ آدم ما تشكرنيش ان عملت للمفروض يتعامل قامت منها السرير وقالت يلا يلا فين هنروح الشغل لا خليكي اجازة النهاردة لا يا مستر آدم انا بقيتك وايسة دلوقتي صارة انا ما بحبش اقرار كلامي يلا علشان اوصلك البيت ترتاحي حم انت مش هتخصم لي حاجة صح لا انا مش للدرجات يا اختي نزله تحت وركبه وسأل العنوان بتعبتها عنده مراد مراد قلب عصبية وهو بيتكلم في الموبايل وانتي ما قلت ليش ليه اسمع من الاول يعني ايه الفرح يتقدم مرة واحدة كده انتي مش عارفة انا محتاج لك الفترة دي قد ايه انا اسفة والله يا مستر مراد بس انا ما كنتش عارفة ان ده هيحصل اقفلي اقفلي اسمع احسن لك ماها قالت بفضول هو انت متعصب كده ليه ومين ديه وانتي مالك انتي انا اسفة اعتبر اني ما سألتش كانت هتدخل القوضة بس هو قال استني نعم انا ما قصدتش هزعق فيك بس انا عمتعصب دلوقتي بس ده مش مبرر انك تزعق فيه هحاول اقلل العصبيتي خلاص بقى كل ده علشان ما تقولش كلمة اسف والله ده اللي عندي ما تبطل ام البرود ده بقى لما انت تبطل استفزاز هبطل انا برود انا بقولها ادخل قطي تاني احسن يا ستي خلاص اسمع دي السكرتيرا بتاعتي وانا تعصبت عليها علشان كانت ايلالي انها هتسيب الشغل قبل فرحها باسبوع فانا كنت عامل حسابي ان ابدأ ادور على سكرتيرا كمان شهرين بس فجئت ان فرح هتقدم وبقى كمان اسبوعين من دلوقتي وهي من كتر الابختها هتسيب الشغل دلوقتي علشان تلحق تكمل لنقصها بس ده ما يستدعيش كل العصبية دي لا يستدعي لان انا هيبقى عندي ضغط شغل جامد لما نبدأ في الصفقة مع رفعت فمش عارف هعمل ايه انت وفقت على اقتراح استاذ رفعت مستحيل افرط في مشروع احلامي علشان البني ادم ابن عمك ده على فكرة هو لي اسم رفع مرات حاجبه وانت مالكة حمقت يا اوي كده ليه ولا اتحمقت ولا حاجة بس هو ابن عمي وصحبي ومباحبش حد يتكلم عنه بالطريقة دي ودخل عطك يا مهة عشان ما تغباش عليكي بلعت مهة رقها بخوف انت هتتحول ولا ايه مردش عليها فقالت برقها بقولك يا استاذ مارمر انا عندي فكرة حلوة وانتي من امتى بتفكري اصلا خدت نفس طويل علشان ما تتعصبش عليه ممكن تسقط عشان اقول فكراتي عادي نسكتة هو وولي فكراتك يا امو العريف ما تاخدني سكرتيرا عندك الكم شهر دول منها ما تدورش على سكرتيرا ومنها اعتبرها فترة تدريب لي لا طبعا لا ليه مش كفاء يا اختي بس طبح بخلقتك هنا هيبقى هنا وهناك ولا ايه اسم الله على خلقتك يا خويا فكراتك مرفوضة من قبل حتى ما فكر فيها شدته من هدومه وقالت له بغيز بقولك ايه ما تخلينيش اتغاب عليك شدها من وسطها ليه وقلبه خبص وانا عايزة شوف بقى ورينها تتغاب علي ازاي حاولت ما هتزقه بتوتر بس هو امسكها اكتر وقلبه خبص هيه رجعت في رأيك ولا ايه ايه بعد يا مراد مش كنت من شوية سبع رجالة في بعض هيه اختي اللي حصل زادت دقات قلبها وكانت هتعيت من كتر الاحراق فسبها وهو بيدحك عليها بصت له بعصبية ودخلت قضيتها ورزعت البف وشه خرجت ميرنا من الاجتماع وهي بتدلك رأبتها بصت له مروان بغيز وقالت الرجل ده رغي قوي دحك مروان وقال عندك حق بصراحة ما بيفصلش بصت ميرنا في ساعة ايديها ما عاد شغلي خلص تعال ام ما وصلك لا ما فيش داعي قدامي يلا لو تبطل عند شوية ضحك عليها ونزله تحت العربية ركبه ومروان قال انت عايشة فين قبل ما تيجي هنا في الامارات ده انا فكرتك عايشة في دولة اجنبية لا انا كنت روحت اليابان زيارة بسيطة مع بابا ودي كانت الدولة الاجنبية الوحيدة اللي انا رحتها بس معظم وقتي كان في الامارات علشان انا بابا اماراتي وماما مصرية ايه ده بجد اول مرة عرف ان باباك اماراتي اديك عرفت اهو وقفه قدام باب بيتها فقال خدي بالك من نفسك انت محسسني اني رايح حارب انا طالع على البيت عادي لو تبطال ردودك اللي بتفصل الواحد دي ضحكت علي وقالت له عايز حاجة لا حاولي تيجي الشغل بكرة بدري حاضر كانت هتنزل من العربية بسهو قال ميرنا نعم ما تنسيش تفكري في اللي قلته لك حاضر نزلت من العربية وقفلت الباب طلعت على بيتها اتناهد مروان بحبه وسائل عربية وراح على بيته عند ادم وقف بالعربية قدام بيتها فقالت عايز حاجة يا مستر ادم قبل منزل خليكي شوي انا عايز اتكلم معاك تتكلم معايا في ايه ما تحكي لي عنك شوي احكي لك عني ازاي يعني انا مش فهمه اصدك السؤال موضح نفسه مش محتاجة غباوة يا سارة قصد يعني مرتبطة بتتنيل تحبي وانت مال حضرتك لازمته ايه بقى حضرتك ما تقولي على طول انا مقصدش يعني بس هو مال حضرتك قصد يعني ايه ليه يهمك يعني انزل يا سارة انزل يا اخت حسالك انا كنت نزلة على فكرة نزلت من العربية ورزعت الباب وهو قال بغيز لا بجد انا اول مرة اشوف واحدة بغباقها ده طلعت سارة على بيتها وقالت بغيز وانا عملت ايه يا انا علشان ينزلني من العربية مش هو اللي قال لي خليكي بني ادم غريب عماد قال اتي بتكلمي نفسك يا هابلة سرخت بخضة يا بابا مش تقولي انك هنا خضيتني ده بدل ما تيجي تحطنيني وتقولي لي وحشتني يا بابا انا غلطان اني جيت من السفر وما قلت للكيش عشان عملها لك مفاجئة ضحكت عليه وحضنته وحشتني قوي يا بابا كدابة ما تبقاش قماص بقى سارة نعم يا باب وانا معرفتش عربي حصل والله شدها من ودنها وقال بغيز طب انكري بقى وحسسيني اني غلطان وعرفت ربيكي يعني اكذب يا باب انا خلاص ما قدتش هسافر تاني وهربكي من اول وجديد يا بنت الجزمة بجد يا بابا مش هتسافر تاني وهتخليك معايا اه خلاص انا هنقل شغلي من هناك لهنا وهستقر خلاص انا كبرت يا بنتي وعاوز اكمل حياتي بقى في بلدي ومعاكي حضنته جامد وهي بتقول هاحلى قرار اخذته في حياتك يا بابا انا بجد مبسوطها قوي يا بنت بعدي شوية هتخنق بقى كده يا بابا ماشي ضحك عليها وحضنها وقال ما تزعلش يا هاب لانا بهزر معاك تعرف يا بابا عند مراد كانت معا بتحضر العشا وهي متجهة لمراد زمه وجرس الباب فقال مراد باستغراب مين اللي هيجلنا في الوقت ده فتح مراد الباب واتصدم لما لقى مامته وبابا زقته مامته وقالت هوا عشان اتطمن على مراد ابني وابنها اللي فبطناها ايه اشتركوا في القناة